حد بيقول انت كي بتقول لنا لازم نكون مرتبطين بالسماء وننسى الأرض طب المشاكل اللي عندنا نعمل ايه والارتبطات والأولاد وعايزين كل احتياجاتهم نعمل ايه وطبعا مش معنى ان احنا نرتبط بالسماء وعنينا على السماء نهمل شؤلنا الأرضية بس ما نشلش هم معلمنا بولس رسول دانا المفتاح قال لا تهتموا بشيء في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم تلبطكم لدى الله لما بنكون بنلقي كل رجاءنا على الله الحي هو بيتولى أمورنا ومش معناها برضو ان انا ما فكرش وما اجتهدش وما حلش مشكلتي لكن كله بروح الصلاة والرجاء المشكلة لما الواحد يبقى متقزم والدنيا ديقة في عينه ومخنوق وضلمت معاه خالص في الحالة دي هيبقى موضوع مش مظبوط انت كده مش مسيحي لكن عندنا مشاكل عندنا احتاجات وعندنا ظروف وفعلا لازم افكر بكرة هنعمل ايه وداخلين على عيد هنجهز نفسنا ازاي من غير هم من غير ينزعاج عنيه على السماء وبصلي وفرحان بربنا وفي نفس الوقت بدبر اموري بنعمة ربنا فاحنا دايما بيبقى فيه جانبين دايما نتعلمهم جانب الهي وجانب انساني انا غرست ابولي الساقة لكن الله ينميه احنا بنعالج لكن ربنا بيشفي احنا بنذاكر لكن ربنا بينجح احنا بناخد العلاج بتاعنا الدكتور كتبه لكن واثق في ربنا اللي هيشفيني اخدين بالكم في لهوت وفي نسوت احنا علينا جزء وربنا عليك جزء الاكبر لا احنا هنستقيل من مسئوليتنا وما نشتغلش اعتماد على ان ربنا يعمل كل حاجة ولا ننفي ربنا من حياتنا وانا بقون بمجهود الوحد مسيح قال بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا في كلمة بدوني معناها مش هستغنى عنه وتفعلوا معناها انتوا لكم دور